في صمت أعماق الأرض حيث لا تصل الشمس يخبئ الأرض واحد من أخطر أسراره وأكثرها إثارة اليورانيوم هذا المعدن الثقيل الذي لا يختلف في مبهره كثيرا عن السكور العادية غير مصاري التاريخ وتحول إلى مفتاحا للطاقة والسلاح فهل هو نعمة أم نقمة؟ هل نحن أمام مصدر طاقة نظيف أم خطر دائم يهدد البشرية؟ تعالوا نبدأ الرحلة لفهم اليورانيوم من مادته ومعالجته إلى استخداماته ومخاطره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اليورانيوم عنصر كيميائي يحمل الرمز يو وعدده الذري 92 وهو واحد من أثقل العناصر الموجودة في الطبيعة اكتشفه العالم الكيميائي الألماني مارتين هاينريك لابورث في القرن الثامن عشر وتزامن اكتشافه مع اكتشاف كوكب جديد في النظام الشمسي سمي يورانوس ومن هنا جاء اسم يورانيوم لم يفهم أهمية هذا الاكتشاف إلا بعد قرن ونصف حيث اكتشف العلماء في عام 1938 أنه يمكن تقسيم ذرات اليورانيوم لإنتاج الطاقة اليورانيوم ليس معدنا نادرا بل هو أكثر شيوعا من الفضة بـ 40 مرة في قشرة الكرة الأرضية يوجد اليورانيوم أيضا بشكل طبيعي في مياه البحر ويعتقد أن اليورانيوم على الأرض قد تم إنتاجه في الأصل في نجم مستعر أعظم منذ حوالي 6 مليارات عام كما تشير الأبحاث إلى أن اليورانيوم يمكن أن يتشكل نتيجة اندماج بين النجوم النيوترونية ولكن ليس كل يورانيوم مفيدا مباشرة وهنا تبدأ القصة مع قدر تخصيبه وتحويله إلى وضغوض أو سلاح تبدأ رحلة اليورانيوم من كونه خاما مستخرجا من الأرض ولا يكون في شكل معدن نقي بعد استخراجه يرسل اليورانيوم الخام إلى المصانع حيث يسحق ويجفف لإزالة الكربون ثم يغمر المسحوق الناتج في الماء وحمد الكبرتيك مما يحول خام اليورانيوم إلى أكوسيد اليورانيوم بعد ذلك يضاف إليه الأمونيا ليتحول إلى ما يعرف بالكعكة الصفراء في هذه المرحلة لا تكون الكعكة الصفراء مشعة بشكل كبير ويمكن التعامل معها بشكل آمن نسبيا تتكون الكعكة الصفراء من اليورانيوم 238 بنسبة 99.3% وكمية قليلة جدا من اليورانيوم 235 بنسبة 7 من 10% وبالرغم أن تسمية الكعكة الصفراء إثن بريء فإن هذه الكعكة هي المرحلة الأولى من مراحل إنتاج الوقود النووي وقد تؤدي لاحقا إلى إنتاج قناب المدمرة لكي يصبح اليورانيوم الطبيعي وقودا فعالا للمفاعلات النووية أو مكونا لأسلحة يجب أن يفضع العملية تعرف باسم التقصيب وبالإنجليزية يورانيوم إنريتشمند أي زيادة نسبة اليورانيوم 235 في المادة ليصبح قابلا للاستخدام الفعلي إذن الهدف من تقصيب اليورانيوم هو زيادة تركيز نظير اليورانيوم 235 القابل للإنشطار وهذا يعني أنه يمكن تقسيمه بسهولة عن طريق استضامه بالنيوترونات قطيئة وذلك لزيادة احتمالية التصادم وعندما تنفص ذرة يورانيوم 235 نيترونا تصبح غير مستقرة وتنقسم مطلقة طاقة ونيوترونات إضافية يمكنها بدورها تكرار التفاعل مع ذرات أخرى من يورانيوم 235 مما يؤدي إلى تفاعل متسلسل وقد خصصنا حلقة سابقة لإنشطار اليورانيوم 235 ووضحنا الطاقة المنبعثة من الإنشطار وسأضع لكم رابط للإطلع عليها أما اليورانيوم 238 فيمكن تقسيمه أيضا لكنه يتطلب نيترونات عالية الطاقة مما يجعله أقل كفاة في التفاعل المتسلسل لذلك كلما زاد تركيز اليورانيوم 235 كانت العملية أسهل وأكثر كفاءة لإنتاج الطاقة تبدأ الخطوة الأولى في عملية التفصيد بتحويل الكحكة الصفراء التي هي كما ذكرنا عبارة عن أكسيد اليورانيوم إلى غاز ويتم ذلك عن طريق إضافة الفلور إلى الكحكة الصفراء مما ينتج عنه سداس فلوريد اليورانيوم وهو غاز متطاير عند درجات حرارة معينة وهذا التحويل ضروري لأن تقنيات الفصل المستخدمة في التفصيد تعتمد على خصائص الغازات خصوصا الاختلافات الطفيفة في الوزن بين جزئات سداس فلوريد اليورانيوم التي تحتوي على يورانيوم 235 وتلك التي تحتوي على يورانيوم 238 إذن الفارق البسيط في الكتلة بين اليورانيوم 235 و238 هو الأساس الذي سوف تقوم على أساسه طرق التخصيب المختلفة تعتبر أجهزة الطرد المركزي هي الطريقة الأكثر كفاءة لتخصيب اليورانيوم في الوقت الحالي تتكون أجهزة الطرد المركزي من استوانات طويلة تدور بسرعات عالية جدا تتراوح بين 60 ألف إلى 90 ألف دورة في البقيقة ولك أن تتخيل عزيزي المشاهد هذه السرعة الهائلة وللمقارنة سرعة دوران غسارة الملابس 1200 دورة في الدقيقة فقط إن هذه السرعة الهائلة ضرورية جدا لفاصل نظير اليورانيوم 235 الأخف وزنا عن اليورانيوم 238 الأثقل فعندما يتم إدخال غاز سداس فلوريد اليورانيوم إلى هذه الاستوانات الدورة فإن القوة الطاردة المركزية تدفع جزيئات اليورانيوم 238 الأثقل نحو جدران الاستوانة الخارجية بينما تتجمع الجزيئات اليورانيوم 235 الأخف وزنا بالقرب من وصف الاستوانة يتم بعد ذلك سحب الغاز المخصب من الوسط ونقله إلى جهاز طرد مركزي آخر بينما يتم إزالة الغاز المحتوي على تركيز أعلى من يورانيوم 238 من الجدران الخارجية ويتم تكرار هذه العملية آلاف المرات في أجهزة طرد مركزية متتالية ومتوازية لزيادة تركيز اليورانيوم 235 بشكل فعال الغاز الذي يتجمع في وسط أجهزة الطرد المركزي يصبح أكثر تركيزا أو مخصبا باليورانيوم 235 هل هناك طرق تخصيب أخرى؟ والإجابة هي نعم وإن كانت أقل شيوعا وأكثر تكلفة ومن هذه الطرق طريقة الانتشار الغازي وهي من الطرق المبكرة والرئيسية المستخدمة في مشروع منهات لإنتاج اليورانيوم المخصب تعتمد هذه الطريقة على مبدأ أن الجزيئات الأخف وزنا التي تحتوي على يورانيوم 235 تتحرك بسرعة أكبر وتمر بسهولة أكبر عبر أقشية مسامية دقيقة مقارنة بالجزيئات الأثقل والتي تحتوي على يورانيوم 238 في هذه الطريقة يتم دفع غاز سداس فلوريد اليورانيوم عبر سلسلة طويلة جدا من الأقشية في كل مرحلة يمر جزء أكبر قليلا من جزيئات اليورانيوم 235 عبر الغشاء مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في تركيزه هذه العملية تتطلب آلاف المراحل المتتالية وتستهلك كميات هائلة من الطاقة مما يجعلها أقل كفاءة من الطرق الحديثة وهناك طريقة أخرى وهي التخصيب بالليزر والتي تختصر بالأحرف S-I-L-E-X وهي اختصار لـ Separation of Isotopes by Laser Excitation تعد هذه التقنية من الطرق الحديثة الواعدة وما زالت فيد التطوير وفيها يتم استخدام الليزر لزيادة طاقة الإلكترونات في اليورانيوم 235 مما يغير خصائصه ويسمح بفصله يتم ضبط الليزر لتأيين ذرات اليورانيوم 235 دون التأثير على اليورانيوم 238 ثم يتم جمع الأيونات المشهونة وبعد ذلك تستخدم عنديسات قوية جدا لجذب الذرات المشهونة وفصلها عن الباقي توفر هذه الطريقة إمكانيات استهلاك أقل الطاقة وتكاليف مالية أقل كما أنها تتطلب مساحة أصغر بكثير مقارنة بالتقنيات التقليدية يعتمد مستوى التخزيب المطلوب على الاستخدام النهائي لليورانيوم فإذا كان الهدف استخدامه كوقود للمفاعلات النووية فإن محطات الطاقة النووية تتطلب يورانيوم مخصباً بنسبة تصل إلى 3% إلى 5% فقط من اليورانيوم 225 أما الأسلحة النووية تتطلب تركيزات أعلى بكثير تصل إلى حوالي 90% من اليورانيوم 235 ويسمى يورانيوم عالي التخصيب وهي عملية صعبة ومعقدة جداً وتتطلب عدد هائل من أجهزة الطرد المركزي تعمل عبر سلسلة طويلة ومعقدة من أجهزة الطرد المركزي كل جهاز طرد مركزي يحقق نسبة فصل صغيرة جداً ولذلك يجب ربط الآلاف من أجهزة الطرد المركزي التي تعمل بسرعات جنومية تتطلب تقنيات تصنيع وهندسة دقيقة جداً وصيانة هذه المنظمات معقدة ومكلفة جداً وتتطلب خبرات تقنية عالية بعد الوصول إلى التخصيب المطلوب يتم تحويل سداسة فلوريد اليورانيوم المخصب إلى مادة صلبة عن طريق إضافة الكالسيوم مما ينتج عنه أكسيد اليورانيوم يتم تسخين أكسيد اليورانيوم إلى 1400 درجة مئوية ويدغط على شكل حبيبات سيراميكية صميرة هذه الحبيبات توضع في قطبان ثم يمكن وضع مئات أو آلاف من تلك القطبان في تكوينات مختلفة داخل محطة الطاقة النووية وبعد فهمنا لعملية تخصيب اليورانيوم المعقدة والهادفة لزيادة تركيز نظير اليورانيوم 235 القابل للإنشطار يبرز تساؤل طبيعي حول مصير المادة المتباقية من هذه العملية فبينما يستخلص اليورانيوم 235 لإعراض الطاقة أو الاستخدامات الأخرى تبقى كميات هائلة من اليورانيوم الذي أصبح منظباً وهذه المادة المعروفة باليورانيوم المنظب ديبليتد يورانيوم تحتوي على تركيز أقل من اليورانيوم 235 وأقل بكثير من 7 من 10% مما يجعله أقل نشاطاً إشعية من اليورانيوم الطبيعي ويتميز اليورانيوم المنظب بكثافته العالية جداً والتي تصل إلى أكثر من 70% من كثافة الرصاص مما يجعله مثالياً لطبيقات التي تتظل بكتلة كبيرة في حجم صغير تستخدم قذائف اليورانيوم المنظب في الدبابات والطائرات لزيادة قدرتها على اختراق الدروع السميكة كما يستخدم في دروع الخماية للمركبات العسكرية وفي الاستخدامات المدنية يستخدم اليورانيوم المنظب كأثقال موازنة في الطائرات التجارية الكبيرة وأجهزة الجايروسكوب تعد الطاقة النووية مصدراً فعالاً جداً للطاقة حيث أن حبة وقود نووي بحجم طرف أسبع تحتوي على طاقة عادل 500 متر مكاعم من غاز الطبيعي أو طن من الفحم أو 600 لتر من النفط ويعتقد أنها أنضف بـ 8000 مرة من الفحم أو النفط كما أن محطات الطاقة النووية يمكن أن تعمل لسنين عديدة بوقودها ومع ذلك فإن إنتاج وقود اليورانيوم مهمة خطرة ومعقدة وفي حين أن اليورانيوم 238 ليس مشاعاً بشكل كبير إلا أن التخصيب يجعله أكثر إشاعاً بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون محطات الطاقة النووية في مواقع آمنة بعيداً عن الكوارث الطبيعية وأن تتم إدارتها بشكل جيد للضمان السلامة وعلى الرغم من المخاطر المحتملة فإنه إذا تم كل شيء بشكل صحيح فإن الطاقة النووية هي أحد أنضف مصادر الطاقة وأكثرها كفاءة بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة للطاقة النووية من جهة والمخاطر والتحديات المرتبطة باليورانيوم من جهة أخرى هل تعتقد عزيزي المشاهد أننا يجب أن نكون مع استخدام اليورانيوم في توليد الطاقة بالرغم من خطورته؟ واكتب لنا رأي رف التعليقات إن عجبتكم الحلقة لا تنسوا يوضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستوجاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته